عندي بطاطس رائع وصفة من الوصفات الحلوة مش هقول لكم كروكات بطاطس لأ هي صوابع بطاطس مقرمشة هي كده حلوة قوي هنحتاج فيها بطاطس سكون مسلوقة ومبشورة ناعم جدا لازم تبقى معايا ناعمة جدا ضروري يعني من الاساسيات وانتوا تسلقوها ما تحطوا ليش لملح ولا اي حاجة عشان ما تحدقش معانا اسلقوها في مية عدبة تماما المية بتاعت البطاطس ما نرميهاش انا هاخدها عشان هاجن بيها الوصفة بتاعتي عندي سميد عندي كركم عندي كاري عندي توم عندي زيت وعندي فلفل حار وده من الاساسيات لو مش بتحب الشطة ممكن تستعملي فلفل عادي وعندي هنا شوية من البقدونس المفروم ملح وفلفل اسويد ده ضروري حسب الرهوة وزيت لإيه زيت للتحميل يكون غزير زيت غزير للتقديم عندي بصل حلقات اخضر طبعا بصل اخضر عندي جبنة شدر عندي كمان شوية من المايونيز والكاتشاب بيبقوا حلوين جدا ونجولوا بسم الله يلا بينا الفترة دي انتي متسخنيش الزيت يعني انا بسخن الزيت دلوقتي انتي متسخنيهوش اني بعدا ما نعملهم ونشكلهم هنعمل ايه بعدا ما نعمل كل ده هتخليهم لي في الفريزر شوية يتمسكوا عشان يبقوا معاك حلوين هحط التومة بتاعتي الخضرة بتاعتي فلفل الحار اللي بيداتها استحلو قوي فاتح للشاهية وحورق للدهون لتنين يعني كده خلطة مع بعض شوية زيت عندي هنا هاخد شوية من الكاري وااخد شوية من الكركم على حسب درجة اللون اللي انا عايزاها والسميد بتاعي اللي هو ضروري جدا عندي هنا الخلطة بتاعتي هبتدي اخلطها بالراحة وانزل بالميا بالراحة ها بسيط خالص عندي هنا شوفوا بقى اهي لما باخد كده واجي اشكلها الشكل اللي انا عايزا عايز اعملها زي الكروكيت بعملها عايز اعملها مدورة كور بعملها هنا عندي مرحلتين يعني ممكن احمرها وهي كده سخن يعني درجة الحرارة بتاعته حلوة هنا بفرزهم بخليهم يعني افرزنهم كده في الفريزر وبعد كده اطلعهم مدة ساعة واخليهم وعلى الزيت الساخن على طول واخد بالي لانهم لو طراي قوي هاي ايه هاي فتفتوا معي وانا مش عايزة كده ممكن تعمليها كورة وتحشيها بالجبنة تحشيها بلحمة مفرومة تحشيها باللي انت عايزاه براحتك خالص قدمي معاها المايونيز وقدمي معاها شوية كاتشاب قدمي معاها اي سوس انت بتفضليه وبتحبيه ونقوم حطين البطاطس بتاعتنا بس كده شايفين البطاطس بتاأ pressed مزيد اشتركوا في القناة